تحت رعاية سعادة السيد رودين توفيق قعوار وبمواركة سيادة المطران خريستوف وارس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذوكس أقام النادي الأرثوذوكس بعمان احتفالا دينيا مهيبا بمناسبة عيد رفع الصليب المكرم وتحت شعار الصليب وحافظ المسكونة كلها وسط حضور حجد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية والشعبية من مختلف مناطق عمان والمملكة وفي بداية الاحتفال قدمت مجموعة كشافة عمان الأرثوذوكسية من بعد دخول كشفي مهيب وألقيت الكلمات التي عبرت عن بهجة الجميع بهذه المناسبة المباركة معتبرين هذا الحدث انتصارا للكنيسة الجامعة كما أثنى المتحدثون على مواقف الأردني قيادة وشعبا في دعم المقدسات المسيحية والإسلامية في الأرض المقدسة والحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة وفي نهاية الحفل تم الصلاة على حبات الرمان وإضاءة النار في مشهد ختميا رائع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة